في الحلقات المتقدمة حدثتكم عن زيارة الحسين في زمن الكورونا وبعد ذلك حدثتكم عن الإشكالية الموجودة في واقعنا الشيعي فيما يرتبط بالمستوى الوجداني العقائدي الشيعي عند عامة الشيعة فإنه بدرجة أقوى وبنقاء أكثر مما عليه المستوى الوجداني العقائدي الشيعي عند المراجع مر الكلام في هذا وتسلسلت في الحديث حتى وصلت إلى فتوى السيستاني التي صدرت بخصوص مجالس شهر محرم لسنة 1442 هجري فيما يرتبط بأجواء الكورونا تسلسل الحديث أيضا إلى أن لامسنا نقطة مهمة والتي أكدت عليها من دون أن أتوغل في تفاصيلها إنه حسد المراجع حسد المراجع حين يحسدون محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم ربما كثير من الشيعة يستغربون من كلام هذا لعدم اطلاعهم على ثقافة الكتاب والعترة وهذا موضوع واسع جدا أطرافه ممتدة في أعماق ثقافة الكتاب والعترة القرآن تحدث عنه محمد وآل محمد تحدثوا عنه كثيرا من دون مقدمات كي أن تفع من الوقت هذا هو المصحف الشريف وهذه سورة النساء الآية الرابعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الآية في محمد وآل محمد بحسب تفسيرهم لا شأن لي بما يقوله المخالفون النواصب ولا شأن لي بما يقوله مراجع النجف مراجع الشيعة الطوسيون لا شأن لي بكل أقواله هذا قرآن علي وآل علي وهم يفسرون قرآنهم هكذا بايعنا في بيعة الغدير التي نقضها أكثر مراجع الشيعة الأعم الأغلب منهم المعاصرون من مراجع النجف من المرجع الأعلى فما دون كلهم نقضوا بيعة الغدير وبشكل واضح في تفسيرهم للقرآن أو في استنباطهم للأحكام الشرعية وفقا للمنهج الشافعي على أي حال هذا موضوع تحدثت عنه كثيرا فيما سلف من البرامج أعود إلى الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة من سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم الملك العظيم الإمامة والتي قد يعبر عنها في روايات أخرى بالطاعة إنها الطاعة التي افترضها الله لمحمد وآل محمد على العباد وقد يعبر عن هذا الملك العظيم بالولاية إنها ولاية الله المتجلية في محمد وآل محمد في أتم الصور وأكمل النشعات الآية واضحة إنها في محمد وآل محمد إنني أقول الآية واضحة من خلال تفسيرهم من خلال حديثهم لا من خلال السياق اللغوي للآية وإن كان بإمكاننا أن نجد ما نستعين به على ذلك ولكننا لا نحتاج إلى كل هذا الأحاديث موجودة بين عيدنا وآل محمد فسروا قرآنهم فنذهب إلى أحاديثهم صلوات الله عليه أقرأ الآية قراءة أخيرة كي تنست لألفاظها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم هو إمامتهم صلوات الله عليه هذه هي الآية الرابعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران هناك باب في الجزء الأول من الكاف الشريف بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 229 عنوانه باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل الحديث الأول بسنده عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات صلوات الله عليه لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله أذهب إلى موطن الحاجة لما قرأ الإمام صلوات الله عليه إمامنا الباقر أم يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهي الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فماذا قال إمامنا الباقر قال نحن الناس المحسودون على ما آتان الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين هذا وصف خاص بمحمد وآل محمد إذا أطلق على غيرهم في ثقافة الكتاب والعترة فإنه يأتي بلسان المجاز بلسان المسامحة بلسان الحقيقة هذا العنوان ينطبق فقط على محمد وآل محمد وإذا أردنا تطبيقه على سائر الأنبياء والأوصياء فإنه ينطبق عليهم بالتجوز والمسامحة الباقر قرأ الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين لأن إمامة الأنبياء ولأن نبوة الأنبياء ووصية الأوصياء منذ أبينا آدم وإلى زمان نبينا صلى الله عليه وآله ما بعث أحد منهم ولا كان لأحد منهم من حجة على العباد بل حتى على نفسه إلا بعد أن أخذت عليه العهود والمواثيق بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة وحين نتحدث عن ولاية علي والأئمة فإن فاطمة إمام من الأئمة بعد علي صلوات الله عليهما هي الإمام الثالث من أئمة الأئمة أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين الحديث الثاني عن محمد بن الفضيل عن إمامنا الكابة صلوات الله عليه في قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إمامنا الكاظم قال نحن المحسودون الحديث الثالث بسنده عن حمران ابن أعين عن عن إمامنا الصادق أأخذ موطن الحاجة فحمران يسأل الإمام الصادق عن معنى ما جاء في الآية وآتيناهم ملكا عظيما فقال أطاع لازلت أقرأ عليكم من الكاف الشريف الحديث الرابع من نفس الباب الذي تقدم ذكره قبل قليل بسنده عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقال الصادق صلوات الله عليه يا أبا الصباح نحن والله الناس المحسودون عنوان خاص بهم نحن والله الناس المحسودون الحديث الخامس بسنده عن بريد العجلي عن باقر العلوم صلوات الله عليه أأخذ موطن الحاجة فيما يرتبط بمعنى وآتيناهم ملكا عظيما قال الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم الروايات في كتبنا الحديثية كثيرة بهذا المضمون أنا جئتكم بالجزء الأول من الكاف الشريف مثالا وأنموذجا وإلا فكتب الحديث فيها وفيها من مثل هذه المضامي من خلال ما تقدم من كلماتهم صلوات الله عليهم هناك أمران الأمر الأول هم المحسودون والأمر الثاني الملك العظيم الإمامة إنها الطاعة المفترضة الحسد مداره أين مدار الحسد في الملك العظيم في الإمامة في الطاعة المفترضة وهذا العنوان المحسودون المحسود يعني الذي يحسد الآن في الوقت الحاضر وهو حسد يتواصل مع الماضي ويتصل بالمستقبل هذه الصيغة صيغة محسود صيغة محسود يتواصل فيها الحاضر المنبعث من الماضي مع المستقبل هذه الصيغة صيغة خاصة بهم تنطبق عليهم فيما مضى في عصر الحضور وفيما نحن فيه في عصر الغيبة إمام زماننا حي بين أظهرنا ناظر إلينا نحن غائبون عنه أبصارنا لا تراه لا تشخص مكانه لا علم لنا بمكانه تحديدا هو شاهد علينا وناظر إلينا وهو حي بيننا فهذا العنوان ينطبق عليه هو محسود محسود المحسودون حقيقة هم محمد وآل محمد محسودون على كمالهم محسودون على جلالهم محسودون على عظمتهم والنقطة التي هي مدار الحسد عند الذين يحسدونهم النقطة هي الإمامة الملك العظيم الطاعة المفترضة هذا هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف الطبعة هي التي أشرت إليها طبعة دار الأسوة طهران إيران الجزء الثاني من الكاف الشريف صفحة 321 باب الحسد أخذ أمثلة من الروايات والأحاديث التي وردت في هذا الباب على سبيل الأنموذج الحديث الثاني عن جراح المدائني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب الإيمان هو ولاية علي وبتعبير دقيق في زماننا الإيمان ولاية الحجة بن الحسن وانتهي هذا هو الإيمان من وجهة نظر ثقافة الكتاب والعترة الأصيلة لا شأن لي بتعاريف الإيمان عند المخالفين والنواصب أو عند مراجع الشيعة عند الطوسيين النواجف لا شأن لي بهم الإيمان من الآخر ولاية الحجة بن الحسن بالضبط المضمون الذي نقرأه في زيارة عاشورة اللهم اللهم أحيني محيا محمد وآل محمد وأمتني ممات محمد وآل محمد نختصره ب ولاية الحجة بن الحسن تطبيقها العمل لأعرف إمامك وعرف بإمامك إنها الزبدة الذهبية الزبدة الذهبية في برنامج الخاتمة من أوله إلى آخره أعرف إمامك وعرف بإمامك إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب هذا المراد منه هو الحسد الذي تتحدث عنه الآية الرابعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء هذا حسد لأهل البيت وإلا فإن الحسد الذي يجري بين الناس لا يرقى إلى هذا المستوى صحيح إن الحسد بين الناس سيء وسيء وسيء إلى أبعد الحدود لكنه لا يقاس بحسد محمد وآل محمد أن يصدر الحسد مني باتجاه من يماثلني شيء سيء لكنه لا يرقى إلى سوء صدور الحسد مني باتجاه إمام زماني باتجاه محمد وآل محمد الخطر الأعظم الذي لا يماثله خطر هو هذا إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب هذا هو حسد يصدر مننا باتجاه محمد وآل محمد قد تستغربون حينما لا تكون عندنا مشكلة في مقامات الأئمة فإن معنى الحسد لا يتطرق في أذهاننا باتجاههم صلوات الله عليه ولكن حينما نصبح رؤساء في الدين زعماء في الدين ونطمع يوما بعد يوم بأن نال من الحظوة عند الناس ومن القدسية والمنزلة أن نتسلط عليهم في كل شيء ويواجهنا مقام محمد وآل محمد فيحول بيننا وبين ذلك يشتغل الحسد فلذا عامة الشيعة لا يتطرق إلى أذهانهم هذا الموضوع الذي يبتلى به أولئك الذين يعيشون ليلهم ونهارهم يطلبون الرئاسة والمرجعية يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف هذه فتنة المراجع هذه فتنة الفقهاء مشكلة كبيرة لا يبرزونها للآخرين لأن هلاكهم فيها هلاكهم يعني سقوط منزلتهم بين الناس إذا عرف الناس عنهم ذلك يخفونها في نفوسهم ويعانون من ذلك عناء شديدة يتفلت الحسد منهم في كتبهم في دروسهم بالانتقاص من محمد وآل محمد طامة كبيرة إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب في نفس الباب الحديث الخامس عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه آفة الدين الحسد والعجب والفخر قطعا أخطر منزلة من منازل الحسد منزلة الحسد لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه الحديث السابع وهو قاعدة مهمة جدا وخطيرة جدا في نفس الوقت بسنده عن فضيل ابن عياط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن المؤمن يغبط ولا يحسد لا يحسد أئمته والمنافق يحسد ولا يغبط وهذا يعني أن صفة النفاق قد انتشرت في قلوب المراجع والفقهاء الروايات ستحدث هنا القاعدة واضحة إن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط إن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط صارت القضية واضحة بعض الشيء المحسودون هم جهة الحسد الإمامة الولاية الطاعة المفترضة الحسد الذي يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب هو الحسد المتوجه من قبلنا باتجاههم صلوات الله عليه هذا هو المعنى الحقيقي لهذا الحديث قد ينطبق على الدرجات الأخرى من الحسد فيما بين الناس ففي بعض الأحيان قد يندفع الحسد كي يقتل المحسود فيما بين الناس فإن حسدا كهذا يأكل الإيمان أيضا لكنه لا يقاس بحسدنا إذا ابتلينا به باتجاه محمد وآل محمد الحسد آفة الدين إنه الحسد باتجاه محمد وآل محمد المؤمن لا يحسد والمنافق يحسد علامة الإيمان في المؤمن قطعا لا تنحصر علامة الإيمان فقط في هذا العنوان لكنها علامة مهمة المؤمن لا يحسد محمدا وآل محمد المنافق هو الذي يحسد محمدا وآل محمد قطعا الإيمان درجات والنفاق درجات فلربما يشتمل قلب المؤمن وهو قلب الشيعي على درجة من النفاق الإيمان درجات والنفاق درجات لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل لكنني أأخذكم إلى نهج البلاغة الشريف وإلى الباب الذي جمع فيه الشريف الرضي حكما من حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحكمة المرقمة 218 ماذا يقول أمير المؤمنين يقول حسد الصديق من سقم المودة هذا إذا كان المراد من الصديق صديق الناس فيما بين الناس لكن إذا كان المراد من الصديق هو صديق محمد وآل محمد وصديقهم يعني أنه من شيعتهم مثل ما جاء في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يرويه الشيخ المفيد صديق عدو علي عدو علي فهناك صديق للسقيفة وهناك صديق للعترة الطاهرة حسد الصديق من سقم المودة المودة مودة محمد وآل محمد قد يقصد الحديث أيضا المودة بين الناس قد يقصد مودة الناس للناس فيما بينهم لكن المضامين هذه في أعلى رتبها في مستواها الحقيقي إنها المودة الواجبة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فإذا صاحب الحسد المودة هذا يعني أن المودة التي نحملها سقيمة عليلة مريضة ما هي بمودة صافية حسد الصديق من سقم المودة وفي الباب الذي جمع فيه الشريف الرضي من قصار كلمات أمير المؤمنين والتي جمعها تحت عنوان الغريب من كلامه الذي يحتاج إلى تفسير وشرح الكلمة المرقمة 347 من كلمات أمير المؤمنين القصار في باب غريب كلامه صلوات الله وسلامه عليه الأمير يقول الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق ملق يعني تملق والتملق هو درجة من درجات النفاق الثناء يعني يعني أن تمدح أو أن تشكر أو أن تبدي فضل أحد أو أن تعرف بأحد بنحو هو أكثر مما يستحق فذلك ما هو بثناء حقيقي ولا هو بصدق إنه تملق إنه ملق كما يقول الأمير الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد وهذا ما عليه مراجع الشيعة دائما مراجعنا الآن في النجف أكثرهم مصابون بالعي إضافة إلى الحسد العي هو عدم القدرة على البيان الواضح ومن تابع برنامجي في شهر رمضان الذي عنوانه شهر رمضان ألف أربعمية واحد وأربعين هجري على شاشة القمار تحدثت في حلقاته عن مواصفات مرجع التقليد بحسب فقه العترة لا بحسب فقه النجف من جملة المواصفات التي يشترطونها صلوات الله عليهم الفصاحة وتحدثت عن الفصاحة بإسهاب في ذلك البرنامج يمكنكم أن تعودوا إليه الفصاحة التي لا يتصف بها مراجع النجف أطلاقا حالة العي موجودة عندهم على مستوى النطق وحتى على مستوى الكتابة كتاباتهم رديئة إلى أبعد الحدود لا أخفيكم سرا ما تجدونه عندي من جانب حسن في عربية وبياني فإني ما تعلمته في الحوزة ولا تعلمته من مراجع النجف تعلمته بعيدا عن الحوزة ومنذ الطفولة والصغار وما تجدونه من قبح ومن وهن في عربية هو هذا الذي تعلمته من مراجع النجف ومن حوزة الطوس ومن هذا المنهج الأخرق صدقوني قد يتصور البعض أنني أريد الانتقاص بأي وجه من الوجه أبرحت إذا هو هكذا يفكر لكنني لست كذلك أنا أتحدث بكل صدق ما تجدونه من جانب جميل في عربية فما تعلمته في الحوزة ولا تعلمته من كتب مراجع الشيعة ولا من أحاديثهم ما تعلمته منهم الأسوأ ما عندي من خلل في العربية أخذته منه وأنا لا أخفي هذا هناك خلل في عربية الخلل في عربية هو من مراجعنا من كتب مراجعنا وما عندي من حسن في العربية أخذته من الأدب الجاهلي أخذته من الأدباء الذين لا صلة لهم لا بالحوزة ولا بالمرجعية أخذته من كتب الأدب القديمة والحديثة من الأدب المعاصر ومن الأدب القديم أخذته من المصادر التي لا صلة لمراجع الشيعة بها ولا صلة للحوزة ودروسها بل ربما الكثير من تلك الكتب لم يسمعوا بها ولم يطلعوا عليها أو ربما سمعوا بها وتكون موجودة في مكتباتهم إلا أنهم لا قلبوها ولا قرأوها على أي حال أمير المؤمنين يقول والتقصير عن الاستحقاق ألا نعرف بالجهة التي نعرفها كما تستحق هذا إما عي أو حسد حالة نفسية في داخلنا لا تسمح لنا أن نعرف بالجهة التي نحسدها على أتم وجه ولذا أكرر عليكم أعرف إمامك في أعلى المستويات وعرف بإمامك في أعلى المستويات هذه هي الزبدة الذهبية كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التقصير عن الاستحقاق عي أو حسد هذا الأمر واضح جدا في المكتبة الشعية في كتب المراجع وأحاديثهم وقد طرحت هذا الموضوع في مئات ومئات من الساعات وكل المعلومات حقيقية ودقيقة وصادقة ومن مصادر العلماء أنفسهم ومن الكتب التي يفتخرون بها من الأموات والأحياء إنهم ينتقصون من محمد وآل محمد هو إما عي أو حسد إنه حسد الحسد بعينه وسيتضح هذا المعنى شيئا فشيئا على سبيل المثال مثلا لما يأتي محمد حسين فضل الله وهو يتحدث عن الاحتفاء بالمولد النبوي فيقول إننا نحتفي بالرسالة لا بالرسول مريض نفسي ما معنى نحتفي بالرسالة لا بالرسول ماذا الهراء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وهي أم الآيات هي الحاكمة على كل الآيات وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن ولايتهم عن ولاية علي التي هي ولاية محمد صلى الله عليهما وآلهما الرسالة هنا لا قيمة لها حينما كان الحديث عن شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته مثل هذا الكلام يكشف عن مرض يغتلي في القلوب أو ذاك الذي يقول من أن ني حين أزور الحسين أن ني أزور موقفا فأنا لا أريد أن أزور ترابا وعظاما نخرة مرض نفسي في باطنه هذا الحكاية طويلة طويلة لو دققنا النظر في مجموعة الأدعية المرتبطة بإمام زماننا والتي قد يصطلح عليها بمجموعة أدعية الفرج إنه الفرج المهدوي لأننا نملك أدعية أيضا تسمى بأدعية الفرج وهي الأدعية التي تقرأ حينما يصاب الإنسان بكارثة أو بضيق فتلك الأدعية أيضا تسمى بأدعية الفرج وهناك بعض الأذكار أيضا في رواياتنا تسمى بكلمات الفرج هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل أنا أتحدث عن أدعية الفرج المهدوي إنه الفرج الأعظم الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان في الدعاء الذي يقرأ في زيارة آل ياسي الزيارة التي وردت من إمام زماننا إلينا ماذا نقرأ في الدعاء الذي يقرأ عقيب الزيارة هكذا ندعو لإمام زماننا وحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وحرسه ومنعه من أن يوصل إليه بسوء هذه التعابير وحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله في مذاق الأدعية وفي ثقافة الأدعية إنها تتحدث عن الحسد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه محفوظ لكن الأدعية تثقفنا من أن هناك من يحسده من الذي يحسد صاحب الأمر النصارى لا يعتقدون بوجوده السنة لا يعتقدون بوجوده عوام الشيعة لا يتطرق هذا المعنى إلى أذانهم من الذين هم في حالة مزاحمة مع الإمام صلوات الله وسلام عليه إنهم مراجع الشيعة هم الذين يحسدون إمام زماننا كنت قد قرأت عليكم مما جاء في الدعاء الذي يقرأ عقيبة زيارة آل ياسين المعروفة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان واحفظه والضمير هنا يعود على إمام زماننا الحجة بن الحسن واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وحرس كما قلت لكم هذا المذاق هو في أدعية دفع شر الحسد إنما يرد في مثل هذه الأدعية كي تنبهنا الأدعية من أن هناك من يتوجه بالحسد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقلت لكم لا يتوقع ذلك من النصارى أو من البوذيين مثلا أو من ساعر الديانات الأخرى ولا يتوقع هذا من المخالفين لأهل البيت الذين لا يعتقدون بولادته ولا يعتقدون بإمام مهدي كالذي نعتقد به الشيعة عامة الشيعة لا يتطرق إلى أذهانهم هذا الأمر حتى أصحاب العمائم الصغيرة صغار المعممين لا يخطر في بالهم هذا خطباء المنبر الحسيني لا يخطر في بالهم هذا إنما الذين يخطر في بالهم أصحاب العمائم الكبيرة وتحديدا المراجع الذين يركضون وراء المرجعية هناك من أصحاب العمائم الكبيرة من اعتزلوا في بيوتهم لا لا يريدون أن يقتربوا من هذه الجهة من جهة التصدي للمرجعية لكن الذين يباشرون المرجعية هؤلاء الذين سيكونون في حالة تدافع ومنافسة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهنا سيدخل الحسد إلى قلوبهم خصوصا وأنهم قد تعلموا ودرسوا وملأوا رؤوسهم بفكر ناصبي أبعدوا كل الأحاديث وكل المطالب التي تحدث عنها آل محمد والتي ترسم لنا مقاما إلهيا للمعصوم لا تستطيع العقول أن تقترب من فنائه فضلا عن أن تفكر في أن تحاسده أن تحسده هم حذفوا كل هذا وتوجهوا إلى الأحاديث التي جاءت بلسان التقية بلسان المدارات في أفق التعليم وجعلوا من الأئمة المعصومين لا فارق كبير فيما بينهم وبينهم فيما بين المراجع والأئمة إلا في بعض المواصفات لأن المؤسسة الدينية الشعية الرسمية جعلت الإمام من آل محمد في مواجهة أئمة السقيفة وحاولوا أن يفضلوهم على أئمة السقيفة ببعض المواصفات بينما أئمة السقيفة اختاروا لهم أئمة وفقا للموازين القبلية والعشائرية التي كانت موجودة أيام الجاهلية موازين السقيفة موازين بن أمية موازين بن العباس لا علاقة لها بالدين إنها موازين القبائل والعشائر وتطورت شيئا فشيئا حتى صارت موازين عالم السياسة في ذلك الوقت مراجع الشيعة الشيطان ورطهم في هذا وذهبوا وراءه لهوسهم بإرضاء المخالفين لهوسهم بمناقشة المخالفين فوضعوا ما وضعوا من الأسس والقواعد أن جعلوا الإمام كأئمة السقيفة لكنه أفضل منهم في بعض المواصفات وهذا هو الموجود في الكتب التي تدرس في الحوزات الدينية وفي كتب عقائد المراجع لا يوجد شيء أكثر من هذا هذا هو الموجود أما المقامات العالية التي تحدثت عنها الزيارات الشريفة والخطب المطولة والروايات العميقة تلك أزالوها بالكامل ومن هنا فإن الشيطان بعد أن أقنعهم بهذا حركهم باتجاه أن يحسد الإمام المعصوم وهذا هو الذي حصل المشكلة بدأت من قذارات علم الرجال ومن قذارات علم الكلام ومن قذارات علم الأصول ومن قذارات التفسير الناصبي إنهم أبعدوا المقام الإلهي للإمام ووضعوا الإمام في مقام بشري محدود جدا كمقام خلفاء السقيفة لكنه يملك مقدارا من العلم يكون فيه الإمام المحصوم أعلم منه أضافوا بعضا من المواصفات ومن هنا فإن تعريف الإمامة في كتب مراجع الشيعة مأخوذ من الشوافع إنه تعريف الماورد الشافعي حينما يعرفون الإمامة رئاسة دينية ودنيوية إلى آخره هذه التعاريف ما هي من آل محمد تعريف الإمامة عند آل محمد موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو تعريف الإمامة ماذا قال النخعي للإمام الهادي علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فهذا هو القول البليغ في تعريف الإمامة هذا على نحو التفصيل أما على نحو الإختصار فقد ذكره لنا إمام زماننا في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه الإمامة غير الإمامة التي تتحدث عنها المرجعية الشعية ولذا أقول لكم يا أبناء ويا بناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن كلما اقتربتم من منهج هذه المرجعية من المنهج الطوسي كلما ابتعدتم عن إمام زمانكم وكلما ابتعدتم عنهم عن هذا المنهج الأخرق كلما اقتربتم من إمام زمانكم هذه هي الحقيقة الإمامة في كتب مراجع الشيعة لا علاقة لها بالإمامة التي عند محمد وآل محمد مواصفات الإمام عند مراجع الشيعة تختلف عن مواصفات الإمام عند محمد وآل محمد وظائف وظائف الإمام عند مراجع الشيعة تختلف عن وظائف الإمام عند محمد وآل محمد بالضبط كما هو الحال في مواصفات مرجع التقليد وفقا لفقه العترة تختلف المواصفات بالكامل بدرجة مئة في المئة عن مواصفات مرجع التقليد التي يثبتها مراجع الشيعة في رسائلهم العملية أخذوها من الشوافع إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عودوا إلى برنامج شهر رمضان ألف أربعمية واحد واربعين هجري على شاشة القمر فقد بينت كل هذه المطالب بالتفصيل فيما يرتبط بمواصفات مرجع التقليد بحسب العترة الطاهرة وكذلك بينت من أين جاء مراجع الشيعة بمواصفات مرجع التقليد وجئت بكتب المخالفين وبينت لكم الأمور كاملة يمكنكم أن تعود إلى ذلك البرنامج هذه الكلمات التي قرأتها عليكم من دعاء زيارة آل ياسين تتردد في الأدعية الأخرى أيضا على سبيل المثال ولازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان دعاء الفرج الرضوي الدعاء المروي عن إمامنا الرضا والذي أوله اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك إلى أن يقول الدعاء واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به هذه العبائر هذه الألفاظ هذه التراكيب ترد في مقام دفع شر الحاسد ليس ليس بالضرورة أن يعني هذا أن شر الحاسدين سيصل إلى الإمام الحجة هذه الأدعية هي مصادر للمعرفة هي منابع للعقيدة الصحيحة ولذا أمرنا بأن نتدبر فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وأما في الدعاء الأهم من أدعية عصر الغيبة والذي أوله اللهم عرفني نفسك الدعاء الطويل الموجود في آخر مفاتيح الجنان جاء فيه أيضا وحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به تلاحظون أن الكلمات نفسها تتردد في أدعية الفرج المهدوي كل ذلك يشير بإشارة دقيقة إلى أن الحسد الذي يتوجه إلى الإمام موجود متوفر في زمان غيبته وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل من أن هذا المصطلح المحسودون نحن والله المحسودون إمامنا الصادق يقسم بالله نحن والله المحسودون وبينت لكم من أن المحسود الذي يحسد حاليا وهذا الحسد استمرار لما مضى وهو يستمر إلى قادم الأيام هذه الصيغة صيغة المحسود المحسودون يعني أن الحسد لا زال فاعلا وما موجود في هذه الأدعية من هذه العبائر والجمل التي قرأتها تشير إلى هذه الحقيقة هناك تناغم بينما في هذه الأدعية وما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة وهذه هي طريقة التي تعرفونها عني دائما من أن ني أجمع ما بين الآيات والروايات والزيارات والأدعية والمناجيات في هندسة لإنتاج لوحة متكاملة وحينئذ سيتضح لنا أن جميع النصوص في غاية الإتقان والصحة لأن كل النصوص حينما اجتمعت مع بعضها شكلت لنا لوحة كاملة زاهية جميلة واضحة هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ميتين واربع طعش بسنده عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر أبو خالد الكابلي يسأل الإمام الباقر أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه فقال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة هنا حركت بضعة بضعة والمعنى لا يكون دقيقا بضعة بضعة المعنى الصحيح بضعة بضعة وهذه مشكلة كبيرة في كتب الحديث في الأعمل الأغلب الذين يشرفون على تحقيق هذه الكتب من أجواء الحوزة الدينية من أصحاب العمائم وهؤلاء جهال بالعربية جهال بالحديث و لذا أكثر التشكيل الإعرابي الموجود في الكتب التي أشرفت عليها المؤسسة الدينية في النجف أو في قوم أكثر هذه الكتب مشحونة بالأخطاء التشكيل اللغوي والتشكيل الإعرابي فيه الكثير من الخلل وكما قلت لكم السبب يعود إلى أن الحوزويين يعانون من جهل بالعربية الصحيحة ومن جهل في فهم الأحاديث فهم ليسوا معتادين على قراءة الحديث ومعرفة الحديث ولذا يتخبطون في تشكيله الإعرابي ويتخبطون كذلك في بيان معانيه ومضامينه حينما يشرحونه في حاشية الكتاب وهذه مشكلة كبيرة على أي حال أبو خالد الكابلي يسأل الإمام الباقرة أن يسمي القائمة حتى يعرفه باسمه فماذا قال له الإمام يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة يعني قطعة قطعة يقال بضعة لحم يعني قطعة لحم من أن اللحم أو القصابة مثلا قطع لحم الفخذ بضعة بضعة يعني قطعة قطعة لو أن بني فاطمة الأئمة حسد حتى من أقرب الناس إليهم حادثة جعفر الذي يعرف بجعفر الكذاب وهو ابن الإمام الهادي والذين ناصروه من أبنائه من أسرته في مواجهة إمام زماننا أساسها الحسد جعفر كان حاسدا للإمام الحسن العسكري واستمر حسده لولده الحج ولذا في توقيع إسحاق بن يعقوب الإمام صلوات الله عليه يجعل سبيلهم سبيل جعفر وأولاده يجعل سبيلهم سبيل أخوة يوسف الذين حسدوا أخاهم يوسف لو أن بني فاطمة تعرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة هذا الأمر يجري في مراجع الشيعة أيضا مثل ما يجري في بني فاطمة حينما نقول عن جعفر عن جعفر الكذاب جعفر هذا إذا أراد أن يتحدث عن نسبه ماذا يقع في سلسلة نسبه هو ابن إمام معصوم هو ابن الإمام الهادي وأخوه إمام معصوم هو الإمام العسكري وجده الجواد إمام معصوم وبعد الجواد الرضا إمام معصوم وبعد الرضا الكاظم إمام معصوم وبعد الكاظم الصادق إمام معصوم وبعد الصادق الباقر إمام معصوم وبعد الباقر السجاد إمام معصوم وبعد السجاد الحسين إمام معصوم وعمه الذي يكون شقيقا لجده الحسن الحسن المشتبى إمام معصوم وجده الأعلى علي سيد الأوصياء سيد المعصومين وجدته فاطمة إمام الأئمة وأما سيد الكائنات فهناك الذروة العالية الشامخة هذا النسب كله نسب لجعفر لجعفر الكذاب وحسد الإمام الحسن العسكري وحسد الحجة ابن الحسن فما قيمة المراجع ما قيمته لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة أنا أقول لكم مثلا المراجع الذين هم ينتظرون موت السستاني هؤلاء يريدون للإمام الحجة أن يظهر مستحيل هذا أصلا لا يعجبهم أن يسمعوا أحدا يتكلم من أن الظهور قريب لا يريدون ذلك خصوصا الذين يملكون ظنا عاليا من أن المرجعية ربما سينالون جزءا كبيرا من كعكتها هؤلاء لا يريدون الإمام الحجة ولا يفكرون فيه ولا يبحثون عن ظهوره ولا شأن لهم بتمهيد الأمر له يريدون الوصول إلى المرجعية والجميع هكذا من طلب الرئاسة هلك إنها الرئاسة الدينية إنها المرجعية وليست الزعامة العشائرية مثلا ربما تكون سببا لهلاك الإنسان لكن الأحاديث التي تحدثت عن الهلاك في الرئاسة إنها الرئاسة الدينية الرئاسة الدنيوية تأتي في الحاشية موضوع الهلاك في طلب الرئاسة في متن هذا الموضوع الرئاسة الدينية الرئاسة الدنيوية تأتي في حاشيته لو أن بني فاطمة عرفوه بني فاطمة هنا يبحثون عن الرئاسة الدينية لا يبحثون عن الرئاسة الدنيوية قد يستغلون الرئاسة الدنيوية لتحقيق الرئاسة الدينية الرئاسة الدينية عند الذين يعرفونها أدسام في الرئاسة الدنيوية قد يسأل الرئيس أما في الرئاسة الدينية هو يسأل ولا يسأل فارق كبير في الرئاسة الدنيوية قد يحاسب ويراقب وقد تعد عليه السيئات في الرئاسة الدينية خصوصا عندنا في المرجعية الشيعية قبائح المراجع تتحول إلى حسنات وإلى معجزات مثل ما يقول الشاعر إذا عطس المفلس قالوا يلعنك الله وإذا ضرط الموسر قالوا يرحمك الله وإذا ضرط المرجع قالوا يرحمك الله بالضبط هكذا قبائحهم تتحول إلى حسنات فلذلك الطمع فيها شديد للذين يعرفونها قطعا لو أن بني فاطمة عرفوه فإن بني فاطمة هنا يبحثون عن الرئاسة الدينية أولا أما الدنيوية فإنها تأتي في التوابع واللوازم لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة ماذا تقول أحاديث العترة الطاهرة هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في باب الستة صفحة 358 الحديث الرابع عشر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل يعذب ستة بستة العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر الدهاقنة هم الإقطاعيون الفرس الدهاقنة جمع لدهقان والدهقان كلمة ما هي عربية فارسية الأصل الدهاقنة الدهاقنة هم زعماء القبائل والعشائر الإقطاعيون في بلاد الفرس فالعرب يعذبون بالعصبية والدهاقنة بالكبر بالتكبر والأمراء بالجور بالظلم والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهل الرستاق كلمة معربة رستاق ورصاتيق في الأصل كلمة فارسية رستا وهي القرية أهل الرستاق يعني القرويين الذين يقطنون في القرى البعيدة عن المدن والتي تنتشر فيها الأموية والجهل والتخلف إن الله عز وجل يعذب ستة بستة يعني أن هؤلاء تترتب عليهم مسؤولية فإذا أساءوا التصرف فسينالون الجزاء من مشاكل المجتمع العربي العصبية العصبية القبلية وهكذا بقية الأصناف إن الله عز وجل يعذب ستة بستة العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهل والفقهاء بالحسد كل مجموعة لازمها ما لازمها الذي لازم الفقهاء ولازم المراجع الحسد قد يقول قائل إنه الحسد فيما بينهم الحسد فيما بينهم موجود مثلما الحسد موجود في ما بين كل مجموعة تعمل في اختصاص معين التجار في السوق ليس بينهم حسد يوجد التحسد فيما بينهم حتى الأطفال الصغار في الروضة وفي الصف الأول الابتداء يوجد فيما بينهم حسد الحسد موجود لكن تخصيص الحسد بالفقهاء إنه حسد محمد وآل محمد الحسد بالتجاه وإلا هل أن العرب لا يوجد بينهم تحاسد هل أن الدهاقنة لا يوجد بينهم تحاسد هل أن الأمراء لا يوجد بينهم تحاسد ما هذه المجموعات ذكرت في الحديث إن الله يعذب ستة بستة العرب بالعصبية هل يعني أن العرب لا يوجد بينهم تحاسد يوجد بينهم تحاسد لكن التحاسد الموجود بين الناس لا يصل إلى الحد الذي يعذبون عليه أما الفقه فإن حسدهم لمحمد وآل محمد هو هذا الذي سيعذبون به الروايات التي تحدثنا عن آثار الحسد على سبيل المثال رواية عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الحسد ليس الحسد حالق الشعر هو لا يحلق الشعر إذن ماذا يفعل لكنه حالق الدين الحسد يحلق الدين حلقا ومن هنا يعذب الفقهاء لأنه لا دين عندهم لا يملكون دينا حينما يتحدث الإمام الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين ابن علي وأصحابه هؤلاء عندهم دين لا يملكون دينا هؤلاء هؤلاء أضر من شمر وأضر من حرملة لماذا لأن الحسد يحلق الدين أي حسد هذا الذي يحلق الدين لا يبقي له أثرا لا يبقي له أصلا إنه إنه الحسد الذي يتوجه باتجاه محمد وآل محمد مثل ما قال الصادق لأبي الصباح قرأت الرواية عليكم قبل قليل من الجزء الأول من الكاف الشريف عن إمامنا الصادق وهو يقول لأبي الصباح يا أبا الصباح نحن والله المحسودون